السلام عليكم الدراري جبت لكم شنو قال الموقع الاسباني فيت تاقيس وكالت امريكاتو ايطالي على الزياش وايضا عدي لكم واحد الخبر المهم بخصوص المغربي يقدر انجح ورجع المنتخب فدل حالة دي المهم ارخوض تتبع ولا فيديو تالاخر ستفهموا البلان كامل نبدأوا بالتفاصيل قبل من دوصل الزياش والمنتخب المغربي والبلان ديالو نهضروا على الزياش وميلان حاليا بحيث وفقا لموقع فيت تاقيس اسباني قلب ميلان كيبحث عن حلول جديدة على المستوى اللاعبين ديالوجوم نظر الاصابات العديدة في الفريق اللي تعرضوا لهذا الموسم هذا وايضا ما كيش خيارات بزافة على المستوى العمق للمدرر بيولي قلت باللي احد اسماء اللي عادت للساحة بعد مطاردة صيفية هو الزياش اللي شراوه تيلسي بربعين مليون يورو ودواقعوا معه من ايكسام سردان في الفين وعشرين اللاعب عارف باللي ما غادش يكون عنده دور اساسي تحت القيادة ديالتوماس طوخيل وبالتالي غاد يقدر يكون سعيد الى تحرك الميلان هادشي حسب القول ديالهم ونقلوا ايضا خبر من موقع كالتو ميركاتو وقالوا باللي الفارق انجليزي عادت الضول اخضر لصفقة ديالاعارة الزياش الميلان ديالست شهر مع خيار شراء بحيش حاليا زياش في هاد الموسمة دا لعب 18 ماتش سجل ثلاثة وعطى اربعة تيميرج حاسيمة يعني سام سبعة اداف ولعب فقط تحتو خيل هاد الموسمة دا الف وتسدر بين دقيقة فقط على ارض الملعب كما ابلغت صحفي اكرم كونور عن شمام ميلان بالحصول على قرض يعني اعارة وكذلك فعلا لويس جيراردي يعني غالبا غاد يقدموا اعارة مع خيار شراء ميلان والخبر اللي مهم بخصوص المنتخب مغربي وقدر يستقل زياش وخلو زيتش الى تغضى عليه هو ان اللاعب المغربي اليس شاعر اللي كالعب كصنع العاب ومهاجم دا الكوين سبارك رينجرز تصاب في اخر المباراة وبالتالي ما عارفناش حالي غيب وهات شي غادي خلو زيتش خلي عنده واحد رد واش غادي عايت الزياش اولى شي بديل اخر يعني ما عارفناش تكون لكن كتمنى وعايت الزياش الى غاب الشاعر للشي وقت طويل بسبب الاصابة ديال واللي تعرض لها يعني الردل خلو زيتش ما عارفناش كيفاش غادي يكون كتمنى وانسى الخلافات وعشان دا لزياش بعد اصابة ديال اللاعب اليس شاعر هدا ما كان خوت اشبه لكم فضلان وتالله وليفو